ولكن من ناحية أخرى في تجارب الله بيسمح فيها ليه الله بيسمح؟ حتى يقوّ إيمانك حتى يعلمنا الصبر يعلمنا الثبات لكي يبني حياتنا الروحية كما تختبر النار الذهب وتنقي هيك الله بيتعامل معنا تختبر حقيقة إيماننا من أي نوع هو إيمانك بيختبر طاعتنا محبتنا ولاءنا انتماءنا له احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة طوبة للرجل الذي يحتمل للتجربة هذه التجارب كما يتكلم عنها الرسول بطرس يمتحن بالنار حتى حياتنا تكون أصفى وأنقى وأرقى ومكتوب أيضا أنه بديقات كثيرة ينبغي أن ندخل لأملكوت الله أعمال 14 هذه التجارب مقدسة أحبائي لأنه مكتوب لأنه وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله فالله يسمح للتوبة نرجع ونتوب إلى الله للتنقية حتى الله ينظفنا يطهرنا ينقينا وكثير مرات للوقاية حتى الرب يحمينا أحبائي يقول الكتاب إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط فإذن إذا أنت عندك برياء مفكر حالك أنك لا تسقط انت به احذر لأنه لا عليها لكبير ولا صغير أيوب حتى أيوب البار تعرض للتجربة لأقصى التجارب إبراهيم تعرض للتجربة بولوس الرسول تعرض إلى التجربة الشوكة في الجسد يوسف قول الرب امتحنه إبراهيم امتحنوا الله بابنه وهكذا أحبائي كل واحد منا لابد أن يجتاز البوطقة تذكر الله لا يجرب بالشرور ولا يجرب بالشر الله طبيعة القداسة لا يمكن أن يرتكب الشر فهو نور لا يدنى منه وهو غير معرض للشر وكما قال عنه النبي حبقوق عيناك أطهر من أن تنظر الشر حتى السماء غير طاهرة أمامه في لويين صحح 19 مكتوب كونوا قديسين لأني قدوس الرب إلهكم كونوا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس بل احسبوه كل فرح يعني بهذا الاختبار بهذا الامتحان لازم تتذكر عدة أمور في موضوع التجربة أول شيء لا تختلق الأعذار ما تقولش أنه فلان أو علان هو المسؤول أنت هو المسؤول لا تختلق الأعذار ثم الله يسمح حتى يمحص إيماننا لتزيد ثقتنا اعتمادنا على الرب وأنه كل تجربة هي لخبرة روحية جديدة بتعمق المفاهيم بتختبر معاملات الله الجديدة بل تختبر إعلانات الله الجديدة بولوس عندما تكلم عن شوكة الجسد الرب قال له تكفيك نعمتي لأن قوة في الضعف تكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر